كنوزة فام كنوزة فام نسيك الدنيا وما فيه محلى قد محلى قد في محلى قدك اليوم باش نحكيه على الإكستنسيون متاع الشعر بانسور الحاجة هاي الي اكتريتها تمشي معا البنات دونك عميت باش نحكيلك مراجاي على الزرع الشعر ما تخافش خليك ديما مركز معايا بانسور كيف الناس الكل اسمعت برش انتقاديت ومعادش عارفة تاخد قرار بين الي شجعك عليها وبين الي قولك سايب عليك من الإكستنسيون اليوم باش نوضحو شنية الإكستنسيون شكونيجم يستعملها قدش فام من نوع وقدش تجم تشد معاك الإكستنسيون هي عبارة على ديماش يكونوا بلوما طويل لتزيدوا على شعر ناتوري لكي يزيدوا طول ووليم بالنسبة لشعر ناتوري على عكس اللي خاموا فيه برش انسي يماشي في بيلون بش يرتاح وقت يركبوا الإكستنسيون ان كلهم راهوا ما وش صحيح الإكستنسيون راه يلزمها لهوا ونتختين بالنسبة للإنساء اللي عندهم أشعر فراجيل وفن مهمش منسوحين برشة بالإكستنسيون وبينسور الكلمة الإخرى دي ما تقعد للحاجة منتاعك تعرف أكثر نوعية شعرك وأكثر إتابة صعبة هي أنك تلقى ديماش في لون شعرك وزيدة كيفاش تختار نوع الإكستنسيون اللي باش تركبها ويا نهار كيفاش تفرق ما بين الإكستنسيون معنى الشعر ناتوريل وشتحر يبدأ موش ناتوريل معنى هاي يبدأ موش شوك وإلا تاخذ كاريما من عند الكوافور وإلا التواصيل هو يخذك حتى روما يفهموا أكثر فما برشة أنوية عن تعدى إكستنسيون اللي يظهروا ناتوريل مهمش 30% ناتوريل وإلا تاخذ كاريما من عند الكوافور ومعنى الشعر مش معنى ناتوريل حتى يغلطوك حتى فريحة الشعر بالنسبة للعبادة اللي ما تفهمش برشة في الكاليتي متاع شعر وإلا تاخذ كاريما من عند الكوافور ولي ما تفهمش جملة في الموضوع ولي ما تفهمش جملة في الموضوع تحاول أنها تفهم بجوالي عندها إيدي بغبوغ على السجل دا يختوى باش نحكي أكثر تفاصيل على أنواع الإكستنسيون اللي موجودين كما الإكستنسيون اللي بالبارد وتسمى إيكرو هي أكثر نوع معروف بالغزيستانس متاعه ولي هو بخاتيك برشة للشعر البوكلة البرنسيب متاعها إنو نفيكسي وليماش متاع الإكستنسيون أفك ديزانو متاليك على خلاله يجب أن يقوم على فلوس كتاخل وفلوس وتفهمش جميعا نعم فلشة عام أي شهرين بالنسبة للنوع الثاني هو الإكستنسيون على شعر التكارل تسمى هذه البوردينج يستعملوا بها مخصص يتوكي ليس فيكسيو بها يخطوه ويصقوه ميش بالحر الحاجة اليوم بالنوع في الإكستنسيون إنو لم تفهمش المشروع فإن ichare تتوكي امتتنفس وما تتخناقش كتاكب نوع يعني لم تطلق حاجة إلى شعر؟ . أحصل لديه اوووو من الآن ولكن لديه إكتبار من الحاجة إلى شعر بالنسبة للناوعة الثالثة وهو الإكستنسيون الكليب هو عبارة على دي بان تركب على دور التراز فيها برشة ماشية من الإكستنسيون تتفيكسة بدي بانس بلاستيك وأحسن حاجة في النوعة هيدا أنه يركب ويتناحها في ساعة ما جوست يجب يقلق شوية البرود الأولى خادرنا مناش متعودين بالإكستنسيون هذا ما حاجة بزرغ في شارك نكمل بالنوعة الأخر واللي بيش نحكي لكم عني اليوم هو الإكستنسيون ترساج واللي برشة يستعملوها سوكتول الشعر الفريزي البرنسيب نتاحة سامبل برشة تأخذوا بارتي مشاعر اللي فوق الرغبة يظفروه ويركبوا عليه اللي يماشمتع الإكستنسيون اللي يشرينها النوعة هيدا هو أكتر نوعة ما يضرش بشعر النتوريل مي لان كنفنيون بتاعه وهو ساعات يجم يظهر مهوش نتوريل يقلق في الخسيلة؟ لا ما يقلقش في الخسيلة خاطر هو معني هتخصي في شعرك جس فما دي بروديو سبيسيال تستعملوها موكها موك لفال الإكستنسيون دي لازمها انتتين سيفغي كاللي بشيركة بإكستنسيون لازموا يخامهم في الانتتين بتيحة وفي الفلوس ما زلنا بش نحكي و أكثر على الإكستنسيون في محلا قدك إذا كان عادكم أي أسألة وإلا تعليقات تجمو تحضرهم لبنيتوني في استوديو وإلا ناس اللي تسمع فينا محلا قدك محلا قدك كنوزة فام كنوزة فام نسيك تنينة ومفيا